مجموعات خبراء التقنية خبراء التقنية خبراء التقنية الجميل في هذا التطبيق أنه يعطي لهذه الأسماء بعض الشواهد الدينية والتاريخية وغير ذلك طيب حتى لا نطيل هذا هو التطبيق معاني الأسماء طبعاً التطبيق هذا فيه نوع من الترفيه بحيث أنه يعطي بعض الانطباعات الشخصية على بعض الأسماء التي يطرحها التطبيق ليس فيه أي تبويبات التطبيق عبارة عن واجهة واحدة الأسماء هنا مسرودة طبعاً أول اختيار Add to Siri بحيث أنه نضع اختصار وهنا طريقة مبسطة للبحث عن أي اسم ثم يبدأ يسرد الاسم وبجانبه مشاركة للاسم copy ونسخ لهذا المعنى copy موضع أمانة وثقة وطمأنينة حافظ الأمانة مؤتماً اسم مذكر ولد عربي طيب هذا شرع عن الاسم share وهنا مشاركة الاسم copy وهنا نسخ وهكذا وهكذا يتم ترتيب معاني الأسماء بحسب الأحرف الهجائية ننطلق إلى حقل البحث حقل النصي نقطة الأدخال في مهالة نكتب مثلاً اسم منير حتى ميم ننظر نون صار معنى هذا الاسم يا يا راء راء طيب كتبنا الاسم ننتقل إلى الأعلى من يرى اسم share copy من يرى واضحه copy من يرى اسم أجنبي لاتين copy منير اسم علم مذكر عربي على وزن اسم فاعل من الفعل المزيد أنار فهو المضيئ المشيع الذي يعطي النور ويقال أنار شجر أزهري وخرج نواره مؤنثه منير اسم مذكر ولد عربي طيب هذا شرع كامل عن اسم منير share هنا مشاركة للاسم copy وهنا نسخ copy منير طيب الآن نجرب أيضا نبحث في هذا التطبيق عن اسم مؤنث أنا كتبت هنا نوف نوفل اسم علم حقل النص share جالي قال لي طبعا أولا نوفل نواف اسم علم مذكر نواف share نوف اسم علم مؤنث عربي وقد يذكر وصوابه بفتح النوم النوف معناه الرفع الارتفاع قمة الجبل الجبل العالي السنام العالي الصوت أسفل اللذيل المس صراخ ضبع وقد يكون تدليعا للاسم نايفة وقد كان في الجاهلية علم المذكر مثل النوف بن حسان ملك النماني ويكثر في الخليج والجزيرة اسم مذكر ولد عربي ممتاز إذن أعطانا معاني كاملة للاسم وأيضا أعطانا من خلال هذه المعاني بعض الشواهد التاريخية من الأدب وغيره طيب الآن ننتقل إلى التطبيق الآخر التطبيق الآخر بنفس الاسم معاني الأسماء لكن له عدة مميزات وهو أقل وهناك بعض الأسماء توجد في تطبيق دون تطبيق هذا هو تطبيق معاني الأسماء الآخر معاني الأسماء طبعا مميزات هذا التطبيق أنه مقسم إلى قسمين الإناث والذكور وأيضا مقسم على الأحرف نستطيع أن نتنقل بينها وأيضا نستطيع البحث داخل التطبيق ولكن عدد الأسماء فيه كما يقول مطور التطبيق 3500 اسم معاني الأسماء طيب إذن عندنا هنا قسمين ذكور ذكور معاني الأسماء إناث طيب لو اخترنا مثلا الذكور تعديل طبعا هذه العبارة لما ننزل بالإجراءات راح يعطينا بالأحرف با تا تا تم المختيار طيب لما نختار مثلا حرف الراء حاء خاء دال ذال راء تم المختيار نبدأ رحيم عطوف حد أسد وذئب شريف القدر وعظيم الرقص طبعا هو إيش يعطيني المعنى بعدين يعطيني الاسم يعني يبدأ بالمعنى ثم يذكر الاسم طبعا لما نبغى ننسخ أي اسم يجب أن نستعمل الاختصار الضغط ثلاث مرات بأربع أصابع أو العفو الضغط أربع مرات بثلاث أصابع نختار اسم من هذه الأسماء كثير الرأفة رئي دليل متق جميل بديل رحيم طيب صاف معجب كاسب ناجح واد بين مكة والمدينة رأب انظروا الآن أعطانا اسم على منطقة مدينة أو علم من الأعلام واد بين مكة والمدينة رأب أربع ضغطات بثلاث أصابع تم النسك سواد بين مكة والمدينة رأب غلى الحافظة طيب اختصارا للوقت نقوم الآن مثلا بالبحث عودة عودة زر الرجل أذكور عودة زر عودة ندخل على عودة معاني الأسماء معذكور زر نختار مثلا سكشن إداكس موضعي وبلد وجب همزة بحث سكشن بحث عندنا هنا بحث البحث لازم نتأكد من بعض الأمور هناك ملاحظة مهمة جدا في البحث لما نريد أن نبحث عن الأسماء سواء في هذا التطبيق أو التطبيق السابق بأن لا نكتب الاسم كاملا نكتب مثلا أول حرفين أول ثلاثة أحرف من الاسم بدون أي مسافات حتى يطلع لنا أكبر عدد من النتائج مثل طريقة البحث في المعاجم تعرفهم في المعجم عندنا المجرد والمزيد طيب لما نبغى أن نبحث مثلا عن اسم راجح أنا راح أكتب را ألف جيم وأنظر إلى النتائج طيب أنا كتبت را وألف وجيم أشوف فوق راجح جاني راجح مباشرة أضغط عليه طيب راجية راجح راجح نشوف راجح دخل على الاسم ممتاز إذن من الرجحان راجح صاحب عقلي واعن وكاسبي ومبتمل نستطيع نسخها بنفس الطريقة السابقة تم النسك الصاحب عقلي وهاك عودة زل الرجوع وهاي أيضا هذا ينطبق على الإناث أنا أعتذر على الإطالة ولكن إن شاء الله كل شيء واضح نلتقيكم إن شاء الله في مناسبة مقبلة شكرا لكم في أمان الله شكرا لكم